اشتركوا في القناة وما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإنتين بفاحشة فعليهن نسف على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون شهاوة أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسير إن تجدني بوك بائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للججار نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبا إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفكوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات الله بما حافظ الله والتي تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبهوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري للقربى والجاري الجنبي والصاحب بالجنبي وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتبون ما أتهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئى الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو أمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم علم إن الله لا يظلم مصقال ذر وإن تك حسنة يضعف ويؤتي من لدنه أجرا عظما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهدا يومئذين يود الذين كفروا وعصبوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تردصلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائت أو لا مستم النساء فلم تجدوا ما أنفت يمموا صعيدا ما أنفت يمموا صعيدا طيبا فامسحوا في وجوهكم وإيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورعنا ليا بألسنتهم وأطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطفس وجوها فنردها على أدبارها أولا عنهم كما لعننا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنكسون بل الله يزك من يشأ ولا يظلمون فتلا انظروا كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبلا أولئك يلعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصر أم له نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكرا أم يحسدون الناس على ما تهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصريهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات كجري من تحت لنهر خالدنا فيها بدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخنهم زلا زليلا إن الله يأمركم أنكوة الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعد وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعد إن الله نعم ما يعزكم بإن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وعلي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحسن تأويل ألم تر إلى الذين يزهمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد مروا أن يكروبه ويريدوا الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وأيت المنافقين يسطون عنك سددا فكيف إذا صابتهم نصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحنفون بالله إن أردنا إلا إنسانا وتعفيقا أولئك الذين يعلمون له ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعزهم وكلهم في أنفسهم قولا بريغا وما أرسلنا من رسول إلا لله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتوا يسلموا تسليما ولو أنك تبنى عليه من أطلوا أنفسكم أبيخرجوا من دياركم أبيخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعزون به لكان خيرا لهم وأشد تثبتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيمة ولهديناهم سراطا مستقيمة ومن يتع الله ورسوله ومن يتع الله ورسولة أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسين أولئك رفق ذلك الفضل من الله وتثاب الله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذر 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 أبنفروا جميع وإن منكم لمن لا يبكئنا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهداء ولئن أصابتكم فضل من الله لا يقول أنك أن لم تكن بينكم وبينهما ودتوا يا ليتني كنت معهم فأفوز خوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشن الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغنب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستدعفين من الرجال والنساء والهلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الضغوط فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وقموا صلاة وابل زكاة لما كتب عليكم الإتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو ما شد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخر تخير لمن اتقى ولا تزلمون فتلا إنما تكونوا يدركم الموت ولو كنتوا في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فأرسلناك للناس رسولاك وكفى بالله شهداك من يطن الرسول فقد عطى الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون الطعا فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول الله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمنيا بالخوف أذعو به ولو ردوه إلى الرسول وإله للأمر منهم لعلمه الذين يستمتونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا واشد تنكيلا ومن يشفع شفاعة حسنتين يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة حسنتين يكون له كفر منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله أكان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمع أنك إلى يوم الحيامة لا رد فيه ومن أصبق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فهتين والله أركسهم بما كسبوا تريدون أن تهدوا من أطل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذ منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميساقا وبينهم ميساقا أو جاءوكم حصرت صدوهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن يعتزلوكم فلم يقاتلوا عليكم فلم يقاتلوا عليكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ربوا إلى الفتنة وركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سفقدموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة المؤمنة وديكم مسلمة إلى أهلي إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم هو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم يساكم فدية مسلمة إلى أهله إلى أهله وفتحرير رقبة المؤمنة فمن لم يجد فصيام شهران متتابعين تلبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة لستمؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغاني مكسر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستغي القاعدون من المؤمنين غير أولي الطرب والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم أنفسهم فضلا صد لله المجاهدين بأموالهم أنفسهم على القائدين درجا وكلا وعد الله الحسنا وصد لله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحما وكان الله وفورا رحما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وسات مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان والنساء والبلدان لا يستطيعون حينة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه ثم يدركه الموت فقد وطع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تكسروا من الصلاة فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا ومبيرا وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة فالتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكون من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تعفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاب مهينا فإذا قضيتم الصلاة فذكروا الله قياما وقودا وعلى جنوبكم فإذا اتمأناكم فاقموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في بك غير قول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بمعراب الله ولا تكن للخائمين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحما ولا تجادل عن الذين يختارون أنزم إن الله لا يحب من كان خوانا أسيما يستخون من الناس ولا يستخون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عن دنيا ومن القيامة أمن يكون عليهم محيلا ومن يعمل سوءا أو يجب نفسه ثم يستغفر الله يجد الله وفورا رحما ومن يكسب اسم كن من يكسبه على نفسه كان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو اسم ثم يرمي به بريئا فقد اهتمل بهتانا واسم مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة من ما يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يدرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجوه إلا من عمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغى مرضات الله فسوف نبته عجرا عظيما ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويبتبه غير سبيل المؤمين وليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أي الشطبي ويغفر ما دون ذلك لمن يشأ ومن يشئ بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا ناس وإن يدعون إلا شيطانا مريد لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفردا ولو ضلنهم ولو منينهم ولا أمرنهم فليبتبن آزانا لا نعم ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وبيا من دون الله فقد خسر حسرانا مريدنا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا مرور أولئك مأوهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحيى الهنار خالدنا فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزب ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو نسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يزلمون نقرا ومن أحسن دين ومن أحسن دين ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليل ولله ما في السموات ومأتلا وكان الله بكل شيء محيطا وذا استفتونك في النساء كل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتام النساء اللات لا تطلعونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكيحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتام بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جنى حالهما أن يصلح بينهما سلحا والسلح خير وأحضرت لأنفس الشهر وإن تخسنوا وتسلقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرس فلا تميلوا كل الملكة ذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقوا يؤمن الله كل من سعة وكان الله واسيا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وانتقوا الله وإن تتفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض كتاب الله وكلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد سواب الدنيا فإن بالله سواب الدنيا والآخر وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أبو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعددوا إن تلو أو تقردوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسولي والكتاب الذي أنسل على رسولي والكتاب الذي أنسل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليكروا لهم ولا ليديهم سبيلا بشر المرافقين بأن لو ما زابنا بما إن الذين يتنخلون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخدوا في حديث غيره إنكم إذا منسلهم إن الله جميعا المرافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فاتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافر نصيب قالوا ألم نستحذز عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا فسلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مزبزبين بين ذلك لا إله أولا ولا إله أولا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخي الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك لا سل من النار ولن تجد لهم نصر إلا الذين تابوا أسفل وتصموا بالله وأخلصوا دينا فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤفي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ومنتم وكان الله شاكرًا عليمًا صدق الله العظيم اشتركوا في القناة